انفجارات كبيرة تهز العاصمة في العراق واميريكا بتعلن ان هي المسؤولة عن هذه الانفجارات وان هي ردت على حادثة الاردن او انفجارات الاردن اللي تم مقتل فيها جنود امريكان وان دي طبعا الانتقام من افراد في حزب الله في بغداد اهلا وسهلا بكم ربنا يلطف على الوطن العربي في الايام والفترة دي والفترة القادمة الموضوع بيشتعل اكتر واكتر واكتر ويعني ما حدش عارف هي امريكا يعني ايه سلطتها علشان هي عمالة بتعمل كل الحاجات دي وقتها واجدها في المنطقة العربية ما حدش فاهم كل الكلام ده فتم الاعلان عن مقتل قياديين بحزب الله العراقي في غارة امريكية ببغداد وامريكا اعلنت رسمين ان هي المسؤولة وراء هذا الحادث وان هي بتنتقم من مقتل افراد ليها كانوا في الاردن تم استهدافهم وقالت وقتها انا هرد في الوقت اللي انا هشوفه وهي فعلا اهردت احتراق سيارة مستهدفة شرق بغداد نتيجة قصف من طبعا قصف امريكي او من طائرة امريكية ويعني تم الافادة بان فيه اربع انفجارات قوية دوت مساء اليوم الاربع شرق العاصمة العراقية بغداد ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان ان دوي ما لا يقل عن انفجارين ضخمين جدا تم سمعهم في تتابع سريع في بغداد وذكرت مصادر امنية العراقية للجزيرة ان قصف استهدف مركبة كان بيشتبه انها بتقل شخصية من الفصائل العراقية وظهر بعد كده ان غارة شنتها طائرة مسيارة استهدفت سيارة تابعة لقوات الحشد الشعبي شرق المدينة وخلفت مقتل القياديين في كتائب حزب اللال العراقي اركان العليوي وابو باكر الساعدي المسؤول عن المنظومة الجوية في الكتائب وافادت وسائل اعلام مقربة من الفصائل المسلحة العراقية ان القصف خلف مقتل ثلاث اشخاص وقال مسؤول امريكي ان الولايات المتحدة شنت رجوم في بغداد استهدف هدف فردي عالي القيمة طبعا ضربات امريكية يعني بيشار لها الى ان الولايات المتحدة شنت كمان كانت في الجمعة الماضية شنت ضربات في سوريا والعراق يعني دي مش اول الضربات ضد اهداف تابعة للحرس السوري الايراني وفيلك الكتس كانت برضو بترد على الهجوم اللي اتعرضت له في الاردن وتتمركز فيها قوات امريكية في الاردن اه قاعدة لوجستية على مقربة من الحدود مع سوريا والعراق في تمانية وعشرين اه يناير وده ادى المقتل ثلاث قنود امريكان هما دلوقتي اللي بينتقموا ليهم يعني اه في قتلين على الاقل في القصف الامريكي على الفصائل المسلحة بالعراق اه شنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد اهداف في العراق قالت انها مرتبطة بفصائل مسلحة بتدعمها ايران يعني بيقولون الفصائل دي اللي بيدعمها اه واللي بيشغلها ايران مخلفة وراءها قتلين اه في صفوف الحشد الشعبي اه ربنا ان شاء الله يحفظ البلاد العربية ويحفظ كل دول اه شرق الاوسط والدول الاسلامية وبإذن الله رمضان يجي على خير ورحم الله اه من كان من شهداء المسلمين نتمنى اه يعني ان الوضع يهدأ الضربات مازالت مستمرة في غزة اه مازالت مستمرة في العراق في سوريا عدة دول بيتم استهدافها من امريكا وكمان لبنان او من اسرائيل ربنا ان شاء الله اه يعني يحفظ كل الدماء العربية شكرا جدا لاستماع الجميع شكرا جدا 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 شكرا جدا